بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سلخ من ليل الجهالة نهار المعرفة وكورهما بقدرته على عالم الحس والحركة والوهم والمعاني المتكيفة نحمده نحمده سبحانه على أن أوجد الإنسان في أحسن تقويم وجعله نسخة جامعة بفوز حقائق المحدة واعد لأسرار اسمه القديم مضاهية لأسمائه الإلهية بالأخلاق المشرفة والأكوان العلوية والسفلية بالخلق والصفة ونستعينه ونستغفره ونستمد من فتوحاته الفائضة المتحفة وإمداداته بالتوفيق والهداية المسعفة ونعوذ به من رعونات النفوس وغوائلها المطلفة حتى نأمن بوائق الغفلة المخوفة ونجتنب العوائق المضلة ونصلي ونسلم على مولانا سيد محمد قطب دائرة الكمال وسيد الإرسال وسره السار في كليات العوالم وجزئياتها المنضمة وشمس الحقائق في سماء الدقائق المشرفة وصلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السيوف المرهفة المتخلقين منه أكمل خلق الصفة والمستنشقين منه أظهار العرفان من جنان الجنان المفوقة فأضحت أنوارهم سارية في العوالم وأظهارهم مستنشقة ومقتطفة صلاة وسلام يفتتحان من الرحمة اللذنية بأضعاف مضاعفاته ويبذي البدائع من إمذاذاته المنكشفة وبعد وبعد أقول وأنا العبد الملتمس من رحمة ربه ما يفتح البصيرة ما يفتح البصيرة المغلفة ومن فضله وكرمه ما ينعش النفس المتعطفة المسوفة العبد الفقير محمد أبو حور المغرب الروحاني صاحب قناة الرائدة في الروحانيات سمح الله لي ولكم ووفق عملي وعملكم ورحم سلفي وسلفكم وأسعدني بقبوله بهذا العلم الروحاني أنشر لكم ما أخفته الحكمة رأسا وأشار إليه بعضهم من طرف خفي فزاده لبسا لما وصفه بعبارة ذات رمز متلطفة في بيان أصل المسألة كاشفة فعنيت بحسب التيسير بشرح مهماته وبيان مشكله وحل مغفلاته أيها الطلاب أيها الطلاب الأعزاء أيها الطلاب الكرام الأحباب فلقد آترت إبداء أسراره المنكشفة بعد الشوق إلى ذلك منذ سنين سنين عديدة والتردد في ذلك فاستعنت بالله على جلب سبب ما يسمح بالإملاء والكتابة مستمدا فيه الإعانة والإصابة والاستخار في المفتوح به أن أوضحه وأكشفه مما حصل بمعاناة واستخدام أو بفتح وإلهام أو لفهم في الكتب المصنفة وسميت هذه القناة الرائدة الرائدة في الروحانيات لينال المغتبط بها مشتهاه وأرشفه وألطفه وإني لأرجو بعد ذلك الاستمداد أجرى خدمة العلم الروحاني وأربابه وأستمطر من رب الأرباب أستمطر من رب الأرباب بركات العلم وتوابه والرؤوف في خدمته والعفو في يوم موعد لن نخلفه والمسامحة إذا حضرت إذا حضرت موقفه راعيا من الواصلين والطالبين أن ينظروا بعين من الرحمة ويجدوا في الدعاء لي لمن صنفه مستمطرا أيها الأحباب دعاءكم الصالح وغناء متجركم ويمنى نفوسكم الساعية في الخير وأنفاسكم الطيبة المتصفة بالكمالات وبالله أستعين وبالله أستعين فهو الموفق المعين وأسأله أن يتحفني وإياكم برداء الستر والآمان آمين آمين واليوم أحبابي درسنا اليوم عن الإمام بن غانم الفاسي الفاسي الذي من بلدنا الحبيب المغرب الحبيب حرصه الله وحفظني وإياكم الله وحفظ جميع المغاربة بأكمل شعبا وملكا ووزراء وكلهم فهذه الفائدة هي عن الإمام بن غانم عن الإمام بن غانم أقول لكم الحمد لله إن هذه الفائدة مأخوذة عنه قال رحمه الله من قام ليلة الجمعة المباركة في التلت الأخير من الليل وصلى لله تعالى خمس تسليمات كل تسليم فيها ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والإخلاص عشر مرات يحيي مجموعها مئة مئة مرة لأن خمسة في اثنان عشرة كل ركعة فيها عشر إخلاصات قل هو الله أحد الله السماء فهي مئة وذلك بترتيل وحيبة ووقار ونية صالحة وخشوع ويوقن بالإجابة لا محالة فإذا فرغ من الصلاة فليدعو بهذا الدعاء اللهم يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه وإذا كترت الحوائج رفعت إليه وإذا أغلقت الأبواب فتح بابا لتهتدي العقول إليه وإذا أغلقت الأبواب فتح بابا لتهتدي العقول إليه أسألك يا ربي بحق القرآن العظيم وبما فيه وبما فيه من أسمائك العظيمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك نبي الرحمة يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك وتدعو به ثلاث مرات وتكرر يا محمد يا محمد يا محمد ثلاث مرات في كل مرة هذه ثلاث مرات من فعل هذه الشروط ولم تقضى حاجته فليلعن بن غانم هكذا قال قال ونحن رأينا لهذا الدعاء تأثيرات عظيمة عظيمة جدا وأحب أن أكرره لكم لوم يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه وإذا كترت الحوائج رفعت إليه وإذا أغلقت الأبواب فتح بابا لتهتدي العقول إليه أسألك أسألك يا رب بحق القرآن العظيم وبما فيه بحق القرآن العظيم وبما فيه من أسمائك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عندك نبي الرحمة يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك تدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات قلت وفي كل مرات تكرر يا محمد يا محمد يا محمد وأصل كل شيء النية الصالحة كل شيء النية الصالحة قال ابن غاني من فعل هذه الشروط كلها ولم تقضى حاجته فليلعن والصلاة خمس تسليمات في كل تسليم لكن من الواجب أن تكون صلاة بترتيل وحكمة ووقار وهيبة لله أن يكون الوضوصة وأن تكون في مكان وحدك يكون قلبك سخالي متجها إلى الله متجها إلى الله لا يشغلك شاغل عن الله ومن هذا المنبر أحيي جميع الإخوان الذين أرسلوا لي هدية وعلى رأسهم الأخ ياسين على رأسهم الأخ ياسين طيب الأخلاق ابن الحلال ابن الحلال أبو ياسين أبو ياسين أشكرك من هذا المنبر والعبارات تعجز تعجز عن عن الكلام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلاة تفتحوا بها تفتحوا بها تفتحوا بها تفتحوا بها